أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والقواسم المشترقة التي تجمع بين البلدين الصديقين جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الصربية في القاهرة ميرسو لافا تشيسو توفيتس وأعرب رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء عن تطلعه لدعم العلاقة بين البلدين على مختلف المستويات في ظل توجه القيادة السياسية لكل البلدين وحرصهما على المزيد من التعاون لتحقيق مصالح الشعبين من جانبه أشاد السفير الصربية بما تتسم به العلاقات المصرية الصربية من تميز ورسوخ يمتد لـ 114 سنة مؤكدا حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر